اليوم حديثنا عن واحد يا دكتور من الرجال الذين عاشوا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه كما عودتنا في كل مرة إذا كان قصة إسلام تحتاج إلى وقفة فلك الحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه سيد بني حنيفة هنا في نجد أميرهم شيخهم بعضهم جعلهم ملك بني حنيفة بني حنيفة طالب بكر بن وائل قبيل الوائلية المشهورة أنطلق محمد بن مسلم سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد ثمامة بن أثال سيد قومي لكن خرج للصيد فانفرد عن قبيلته وانفرد عن وادي حنيفة وعن أمته فلقيه محمد بن مسلم سينما والكتيبة فخذوه إلى الرسول عليه وسلم أسيرا أدخلوا المسجد وربطوها الرسول عليه وسلم يسمع ثمامة بن أثال وأمر بإكرامي لأن الرسول عليه وسلم يكرم أعيان القوم يكرم أعيان القوم صلى الله عليه وسلم ويأمر بإكرام كريم القوم أفيها نصة دكتور في السنة إذا أتاكم كريم قوم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه هذا حديث حسن رواه الحاكم في المستدرك المستدرك على الصحيحين والطبراني وحسن وبعضهم حديث حسن إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه هذا من حديث جليل بن عبد الله البجري من بني ماء نص الحديث يا دكتور نص الحديث يقول جليل بن عبد الله البجري وفتت عن نبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم مع أصحابه فرمى صلى الله عليه وسلم بكساك رجس عليه إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه نعم هذا رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وغيره قيل ابن ماجه وهو حديث حسن إذا جاءك رجل له منزله أنزله يعني واحد عالم دكتور شيء قبيلة واحد وجهه كلنا نكرم الناس لكن أيضا أنزل الناس منزلهم في الصحيح المسلم في المقدم أنزلوا الناس منزلهم وعند أبي داود هذا رضي الله عن ثمامها دكتور أنا أود بوقفة سريعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته وهو قائد الأمة وزعيمها والرسول المجتبى والنبي القدوة والرجل المقيد كيف كان تعامله الراقي يعني لم يمارس عليها السلطة أو القوة أو الجبروت أولا لا تنسى أنه لا يكره في الدين وأن الإسلام يدعو إلى اقتناع المدعو ليس بالجبروت أصلا لا لست عليهم لمسيطر يقول سبحانه أفأنت تكره الناس حتى تكونوا مؤمنين لابد من الاقتناع وفيه دليل وفيه حوار والرسول عليه وسلم جعله سيد قوم هو ما ليس بذلك حتى أن يكرموا أصلا الله السلم بالوجبات وناقته الخاصة يحلب له ثم أطلقوا أصلا الله السلم ثاني يوم أطلقوا ما أسلم أطلقوا إكراما من أصلا الله السلم فمن كرم هذا الرجل السيد ثمامة المثال ذهب واغتسل وعلى الإسلام شوف الحر يعني ما فيه قيود فك الأسر عنه أعلن بطلاقة وبحرية ثم ماذا لم يكن سلبيا كان إيجابيا فأعلن الحصار على مكة ومنع القمح وخدم الدعو خدم الدعو وأعلن أعظم حصار اقتصادي على قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبيل الله وجهه ورضي عنه رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر